افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة الخامسة والخمسين بمركز مصر للمعرض الدولية تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة وعقب الافتتاح أكد مدبولي أن هذا الحدث أحد أهم جسور التي تربط الثقافة المصرية بغيرها من الوافد العربية والعالمية كما يمثل امتدادا للدورة والتأثير التنويري الذي دائما ما تسهم به مصر في مختلف العلوم والمعارف ولذا تحرس الدولة على رعاية المعرض وتوفير كل السبل التي تضمن التنظيم الجيد له لأداء رسالته في ترسيخ ريادة مصر الثقافية كما تفقد رئيس مجلس الوزراء جانبا كبيرا من قاعة المعرض وزار عددا من دور النشر المختلفة لتعرف على محتوياتها والفعليات التي تقدمها واستمعها إلى أراء وتجارب العارضين كعادته كل عام لا يخلف معرض الكتاب له موعدا مع عشاق الكلمة المعرض في دورته الخامسة والخمسين افتتحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تحت شعار نصنع المعرفة ونصون الكلمة الحقيقة احنا السنة دي كل سنة بنقدم جديد يبقى عندنا إصدارات بنحاول على قد ما نقدر بيبقى خلال السنة ان احنا نعمل إصدار أو اتنين أو تلاتة على الأقل أكثر من عشر كتب جداد بنشروا في عام 2023-2024 حوالي 40 كتاب من الكتب المكتوبة في مشروع النشق والشباب كتب صغيرة الحجم بتلقص كل التراث الإنسانية بشكل مبسط جدا للنشق بوجودين دخلين بهم برضو هذا العام الهيئة طبعا بتتشرف انها بتشارك في كافة المعارض والمحافظة الوطنية ومنها معرض القرارة الدولي الكتاب في دورات الحالية والدورات السابقة والهيئة تحت رئاسة الدكتور ديارة شوان بدأت تحدث كافة المنشورات الإعلامية وكتقليد سنوي اختار المعرض دكتور سليم حسن شخصية الدورة الحالية مؤسس علم الحفائر وإدارة المواقع التراثية وحلت مملكة النرويق ضيفة شرف هذه النسخة التي يشارك فيها سبعون دولة أجنبية وعربية هناك مشاركات لعدد من الجهات الثقافية الموجودة في إمارة الشارقة لبراز هذا الدور الثقافي ولتأثير الكتاب على المجتمع هذا المنبر الثقافي المهم جدا الذي يؤم المثقفون من كل مكان في العالم كان هناك رسائل واضحة نود تسليط ضوء عليها أولا هو المطالبة الفورية بالوقف الحالي والفوري والدائم لهذا العدوان في إطار التبادل الثقافي بين المملكة الأردنية الحاشمية وجمهورية مصر العربية يتم في كل الدولتين في المعارض الدولية استضافة جناح خاص للدولة الأخرى المعرضات هذا العام تتنوع بين التاريخية والدينية والأجنبية والمترجمة بالإضافة لفعاليات المعرض التي تعود عليها رواده من ندوات وعروض مصرحية وفنية مختلفة كريم بيبرز التلفزيون المصري